اشتركوا في القناة برعاية من بنك الخليج الاول ودعم من مجلس ابو ظبي الرياضي ومشاركة من جريدة الوسيط وقصر الامارات وفالكون افياشن رافق الحدث حملة اعلانية كبيرة تضمنت اعلانات عن المهرجان في شوارع مدينة ابو ظبي تجسدت بمجموعة كبيرة من الاعلام والاعلانات الضخمة لتزين المدينة للاعلان عن بدء الاستعدادات لمهرجان ابو ظبي البحري اقيم مؤتمر صحفي في قصر الامارات في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر شارك فيه اعضاء من مجلس ادارة نادي ابو ظبي الدولي لرياضات البحرية وممثلي الرعاة من بنك الخليج الاول ومجلس ابو ظبي الرياضي اضافة الى مشاركة اللاعبين ثاني القمزي واحمد الهاملي من فريق ابو ظبي لزوارق الفورمولا في هذا المؤتمر انطلقت مسيرة احتفالية ضخمة لقوارب الفورمولا واحد للاعلان عن افتتاح المهرجان في السابع والعشرين من نوفمبر لعام الفين وثمانية المسيرة التي شارك فيها فريق ابو ظبي لزوارق الفورمولا واحد واعضاء من النادي البحري وتقدمتها فرق موسيقية شعبية ابدعت في جعل هذه الاحتفالية لوحة تشكيلية رائعة تجوب كورنيش ابو ظبي ومنطقة كاسر الامواج واختتمت احتفالات الافتتاح باطلاق الالعاب النارية وقص الشريط لاعلان بداية المهرجان اضافة الى عروض غنائية راقصة على المسرح المقام على الكاسر والذي تم بناؤه خصيصا لهذا الحدث داء اول ايام المهرجان ليشهد انطلاقة بطولة الامارات للكاياك والتي شارك من خلالها ثمانية زوارق من افضل المتسابقين من مختلف مدارس الكاياك في الدولة حيث تم تكريم الفائزين في السباق على المسرح المقام في منطقة الحدث وكان موعدنا من خلال اليوم الثاني مع العديد من الانشطة والتي جاء في مقدمتها منافسات الطالب الحديدي والتي تم تقسيمها الى عدد من المراحل تلتها اقامة منافسات الملعب الصابوني بالاضافة الى تليمتش نادي ابو ظبي البحري والذي حفل بالعديد من الالعاب المتنوعة والمثيرة وشارك من خلال الفعاليات السابقة اكثر من اربعمائة طالب من مختلف مدارس العاصمة ابو ظبي ليشكلوا يوما اجتماعيا مثيرا على كاسر الامواج كما تضمن اليوم الثاني ايضا انطلاقة منافسات بطولة الامارات المفتوحة للسباحة والتي شارك خلالها اكثر من سبعين سباحا رسموا لوحة جميلة على مياه الكاسر من خلال عدد مختلف من الفئات اتى موعد انطلاق احداث الجولة الثانية من بطولة الامارات الدولية للدراجات المائية في اليوم الثالث والتي تم تقسيمها الى ستة فئات ومرحلتين صباحية ومسائية شارك من خلالها اكثر من خمسين متسابق من مختلف الجنسيات وابرز ابطال هذه الرياضة من دولة الامارات في منافسة حامية لحصد نقاط الجولة الثانية من البطولة في الطريق للمنافسة على لقب الموسم وسبق البطولة مؤتمر صحفي ثاني عقد في مقر نادي ابو ظب الدولي لرياضات البحرية ليعلن عن الاستعداد لبطولة العالم لزوارق الفرمولا واحد في اليومين التاليين الجولة السابعة من بطولة العالم لزوارق الفرمولا واحد كانت مسك ختام لبطولات المهرجان من خلال اليومين الرابع والخامس حيث جذبت البطولة كعادتها حضورا جماهريا كبيرا فاق الخمسون الف متفرج احتشد بهم كاسر الامواج في اليوم الختامي للمهرجان والذي تضمن ايضا فقرات ترفيهية للجمهور ابرزها عروض الفرقة الامريكية للتزلج بالاضافة الى العديد من الجوائز والسحوبات على الجوائز القيمة والتي تم تعقب تتويج الفائزين في السباق والجدير بالذكر انه قد تم بناء منصة خاصة للشخصيات الهامة لحضور السباق حضرها معالي سمو الشيخ سلطان بن خليفة الانهيان وعدد كبير من السفراء والشيوخ والشخصيات الهامة ومع حلول الليلة الختامية لاخر ايام المهرجان شاركت مدرسة النهضة ومدرسة الفجر الدولية الخاصة بعدد من الفقرات الترفيهية الرائعة على المسرح امتعت الجمهور وفي المساء امتزج دوي الالعاب النارية بصوت الفنانة نانسي عجرم والتي احيت ليلة لا تنسى على كاسر الامواج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقيم حفل عشاء ضخم في قصر الامارات ليختتم بذلك مهرجان ابو ظبي البحري حيث تم فيه تكريم الاعلاميين والمشاركين في انجاح المهرجان كما تضمن عددا من الفقرات الترفيهية في اجواء اتسمت بالفخامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة